ترجمة نانسي قنقر العالميين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتناولت الدورة العديدة من المحاور المهمة في التغطيات الإعلامية لفعاليات الفلوسية والتسويق الرياضي والتواصل الاجتماعي والتصوير وغيرها من المحاور هذا وشهدت الدورة تكريم المحاضرين والجهات الداعمة والراعية للدورة حيث أشهدت اللجنة المنظمة بالنجاح الذي رافق الدورة الثانية متطلعين أن تتواصل في المستقبل وإقامة النسخة الثالثة في ظل الأهد الزاخر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي نميل سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أنه من دواعي السرور أن تحظى هذه الدورة باهتمام ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وتوجهات سموه بتنظيم النسخة الثانية من دورة إعداد الإعلاميين لفعاليات الفروسية ودعم ورعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن توجهات سموه تعتبر نبراسا يضيء دروب الشباب الراغب دائما في خدمة المملكة الغالية في كافة المجالات ولا شك أن هذه التوجهات تؤكد مدى اهتمام سموه بدعم القطاعين الشبابي والرياضي في مملكتنا الغالية أول شيء الدورة هذه شيء مميز ومبتكر لأن تساعد في خلق جيل يديد من الإعلاميين في رياضة تحتاج تواجد إعلاميين رياضة الفروسية وهذا الشيء مهم في استقطاب سواء طلبة الجامعات سواء الناس اللي عندهم شغف في الفروسية ورياضات الفروسية مهم جدا مثل هذه الدورات بالنسبة لهم لسقل جيل جديد يقدر أن يغطي رياضة الفروسية اللي نشوفها في تنامي ونشوفها في تزايد مستمر أهمية هذه الدورة بالنسبة على المستوى الخليج العامة أهمية المتحدثين بحيث يطرحون خبراتهم في مجال الفروسية وحيث يستفيد منها الحاضرين من الإعلاميين من المبتدئين الذين يودون الدخول إلى الإعلام في الفروسية الرياضة في كل مكان في العالم في هذا الوقت أصبحت الصناعة ولمواكبة التطور في العالم يجب الاهتمام بكافة مفاصل الرياضة وخصوصا رياضة الفروسية في مملكة البحرين إعداد هذا النوع من الدورات مهم جدا لسقل المواهب الموجودة عندنا والأخذ بهذه الرياضة من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي هذه الدورة جدا شفت أنها مناسبة ومهمة بحيث أن أنا تخصصي إعلام وتلفزيون واستفدنا منها بصراحة يعني بشكل جدا فعالة كانت وكان ويد متوعلين فيها ويد مهمة أنها تعطينا إحنا شوي خبرة تعطينا ويد خبرات من هذه الناحية